منظر أشبه بحقبة القرون الوسطى لكنه يحدث في عام 2021 وفي مخيم عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار حيث يسجن مهجر منطقة جرف الصخر منذ نحو ثمان سنوات المعاناة هنا ليس لها مثيل خاصة في فصل الصيف اللاهب حيث يتسابق أطفال المخيم للحصول على مياه للشرب يوميا لكي يظلوا أحياء هم وأمهاتهم في المخيم لا وجود لمعالم الحياة باستثناء خيم مهترئة وفقر مدقع أما الأعياد فلم تعد تعني شيئا بالنسبة لسكان المخيم والله لا يوجد استقبال على العيد استقبال الناس يعني غداية معدها اكترت الناس حتى منافس معدها مي ماكو ستشرب مي يشرب ماكو يعيد ويجي عيد ويرو عيد لا حد جاء قال لنا شنو سبب انتو ظليني هنا لا حد جاء قال لنا عايش ما ترجعون نريد نرجع لمنطقة نين ريد هاي جهال تعبت هاي الأطفال شوف حتى قامت ما تعرف منطقتنا وين بالنسبة للأطفال فالأمر أسوأ سنوات من الحرمان كانت كفيلة بفقدانهم طفولتهم التي قضوها في محاولة توفير شبل العيش داخل المخيم احنا بحيانا قطعها عنا هنا هاي الحياة سلقتنا ومدارس هنا ماكو صار لها هاي من قطعنا عدنا وهنا وكال تعليم ما عدنا بعدنا صغار كل ما شفنا من حياتنا ولا لو أنهم من هنا هاي ونه ديارنا احنا محسنة جرف الصغار صار لنا ثمان سنين كل ما شفنا من ديار من حياتنا هاي الجهال بعدنا يعني الله يرضاه احنا مهجرين هنا بهالشمس وبهالخيم قتلنا الحر لا عدنا بيت طبي هاي الخيمة سالقتنا السلق والله احنا صار لنا ثمان سنين احنا رجعونا هاي من ديارنا رجعونا الهن ما حد يرجعنا وإلى اليوم يجهل مهجر وجرف الصخر سبب إبعادهم رغم معرفة الحكومة من يسيطر على منطقتهم وهو ما اعترف به نائب رئيس الجمهورية السابق إياد علاوي الذي أكد أن قرار عودة هؤلاء النازحين هو في طهران مرورا بميليشيا حزب الله اللبناني احنا رجعونا إياد علاوي شكرا